حقيقة لا تزال الانتهاكات موجودة في المنتقلات المصرية 1189 انتهاك بأماكن بالسجون المصرية ده مركز حقوقي ومركز النديم اللي عمل هذا التقرير يعني شوف المخالفة مش مخالفة واحدة ولا اتنين ولا عاشر ولا مئة ولا مئتين لا 1189 انتهاك ومخالفة في مختلف السجون المصرية زي ما حضرتكم وشكده هتشوفوا الوقت قدامكم إن من الوفاية في مكان احتجاز قتل تعزيف فردي تجدير فردي تدوير اهمال طبي متعمد اخفاء قصري ظهور بعد اختفاء عم في دولة 131 عم في دولة ولا يس عم في افراد شوف ساعتك احنا رحينا على فين في الفترة دي لان احنا واضح رحينا اماكن باي دولة طيب كنا بنتابع معاكم كل المستجدات فيما يخص على عبد الفتاح ووالدة على عبد الفتاح التي اضربت عن الطعام النهاردة وصلت إن هي دخلت في اليوم التلاتاشر في اضربها الكلي عن الطعام هي مضربة عن الطعام اضرباً كلياً للإفراج عن نجلها الناشط السياسي المعتقل على عبد الفتاح والنهاردة في منظمة اسمها منظمة القلم الدولية منحت علاء عبد الفتاح لقب كاتب الشجاعة لعام عشرين اربعة وعشرين من منظمة القلم الدولية نحط الخبرين دول جنب بعض وما ننساش إن والدة علاء مضربة عن الطعام لليوم التلاتاشر اضراب كلي لأن ده مهم جداً ولا بد أن يوثق أيضاً يا أحمد لا ننسى أبداً زمنا وصدقنا المراسل الصحفي لواحدة من أهم الوكالات العالمية أكبر وكالتين في العالم رويترز والسيطة بريس مراسل الوكالة الكبرى زمنا مصطفى القطيب اعتقل في أكتوبر 2019 السنة دي مر عليك خمس سنوات مراسل أكبر وكالة عالمية معتقل منذ خمس سنوات حتى اللحظة حاجة كده أنا مش هاز أقول لكم المصطفى حد من كمان الإخلاقيات المهنية حد مهن محترم مترجم طبعاً زوجته بتتكلم عن خمس سنوات يفقد بيته وأهله ما تعرفش عشان إيه وليه إنما يعني هو ده الواقع الآن الصحفيين خلف الأسوار ويتعرضون بشكل بشع لتكريم أفواه وقمع وتنكيل مصطفى القطيب واحد من العلمات والأيقونات الكبيرة جداً جداً في عالم الصحافة وحتى الآن لا يزال في السجن من خمس سنين بأي يعني ضمير ولا أي أخلاق ولا أي إنسانين عشان كده دائماً وأبداً يا جماعة بن ناديو بنقول الحبس الاحتياطي والمدد القانونية عندما يصل هذا الرجل الصحفي والإعلامي اللي موجود في وكالة عالمية وبيكون بدور الصحفي إلى خمس سنين حبس احتياطي يعني أنتم بتحكموها إزاي؟ بتجيبوها إزاي؟ بتعملوها إزاي؟ مش هما سنتين وخلصنا؟ إيه خمس سنين حبس احتياطي؟ ليه خمس سنين حبس احتياطي؟ طيب خلينا نروح ليه آآ أيضاً اتهمات بانضمام ونشر إيه يا بص بقى تختصار كده انضمام لجماعات مش عايف إيه؟ نشر أخبار كذبة خلاص بقت آآ اتهمات معلبة هذه المجموعة أكثر من عشرين قضية سياسية النهاردة جنيات القائرة بتنزل تجديد حبس عشرات المتهمين في أكثر من عشرين قضية سياسية وطبعاً بيتكلمك عن الانضمام إلى كذا أو نشر أخبار كاذبة وتلك هي القضايا التي لا تنتهي عند النظام سكريبت واحد سيناريو واحد المهم نرشأ للتامين دول وبعد كده نشوف بحنا نحطه في إيه ونعمله إيه ونزبط الدنيا إزايا وهي هم تزبطش كده الظلم عمر ما بيكون زبط العجل هو اللي بيعدل الميزان وبيزبط الأداء